علاقات سعودية كورية امتدت لأكثر من خمسين عاما في مجالات عدة لتوكد عمق الروابط وتوافق الرؤى المشتركة بين البلدين المزيد في سياق التقرير التالي نشأت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية عام 1962 فيما شهدت فيها الأيام تطورا في العلاقات وارتفاعا في مستوى الشركات كما تعد كوريا الشركة التجارية الخامسة للمملكة العربية السعودية مما يعكس قوة الروابط بين البلدين وسجاما في الرؤى المشتركة خصوصا في المجال الاقتصادي تتصدر الرياض قائمة مصدر النفط إلى سيول في حين تستورد المملكة العربية السعودية المواد الصناعية والسيارات والأنسجة والصناعات الثقيلة من البلد الصديق كوريا نقلات نوعية على مدار السنين الماضية فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين لتسهيل حركة التجارة والاستثمار والإعفاء الضريبي والجمركي لشركات النقل الجوي الوطنية السعودية والكورية كما وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية مؤخرا مع وزارة التجارة والصناعة الكورية مذكرة تعاون الرؤية السعودية الكورية الرؤية السعودية الكورية في خطوة في غاية الأهمية لكل الطرفين حيث فتحت آفاقا جديدة لتجاوز العلاقات في حدود التعاون في مجال النفط إلى مجال التعاون في مجال تقنية التكنولوجيا والبنى التحتية والتحول الرقمي سعي حثيث لتحقيق أقصى الاستفادة من قدرات البلدين لإحداث التكامل والتوافق المطلوب في ضوء رؤية 2030 لتلفزيون المملكة العربية السعودية محمد غروي سول